سهلا بالأستاذ جهاد حكيم. سهلا بحضرتك. أول شيء أن أخرناك. وأنه جبرناك من المونديال. ولكن نرى ما هو وصف الوضع الاقتصادي. هل قد سيئ؟ نحن عارفين أنه سيئ. لكن هل قد سيئ أسوأ؟ بأي قطاع. بالإجمال الوضع الاقتصادي كثير سيئ. كل ما يعرف. إذا الشباب لا تعمل. أنا بالنسبة إليه سيئ. إذا المواطن العادة لا مرتاح. يعني سيئ. كل السياسات الاقتصادية. المرية إذا منيحة أو لا. هي تسأل المواطن إذا مرتاح أو لا. إذا الشباب ليس مرتاحين. ولم يستطيعون إيشتروا شقا. ولم يستطيعون أن يكون لديهم عيشة كريمة. كما تعلمون فيها. لا يمكننا أن نأخذ شريحة صغيرة من الشباب. أنا أريد أن أخرج على المجتمع ككل. أغلبية الشعب اللبناني اليوم. عم يعينيه يجب فرصة عمل. ويأخذ معه ما يكفي. عم بحس حاله أنه عم بيكون في نوعه من الاستغرار لقلوب الوظيفة لأنه نعرف في منافسة أول شي من يد العاملة الأجنبية بنعرف أنه الفرص العمل اللي عم تخلق هي بس شي خمسة آلاف وظيفة بالسنة ونحن بحاشة لحوالها الخمسة وثلاثين ألف أربعين ألف ومنها الخمسة آلاف يلي الوظائف اللي عم تخلق في كتير عم بتروح مش لناس مخرجين جديد من الشباب اللبنانية فبالطبع أنه المواطن اللبناني غير مرتاح إذا المواطن اللبناني غير مرتاح فالسياسات الاقتصادية مش منيحة منزيد لهيدا الشيء أنه ترتيب لبنان عالمياً بكل المؤشرات إن كانت من المنتدى الاقتصادي العالمي بنشوف أنه البيئة الاقتصادية نحن 133 أه كانت 133 صرنا البيئة الاقتصادية الماكرو اقتصادية صرنا 135 و136 من 137 دولة شفنا أنه سهولة أنك تقوم بأعمال بلبنان يعني الإيزوف دوينك بيزنس تبع البونك الدولي عم بنكون لحنا ترتيبنا 133 يعني بأبرص بيكون حوالي 50 نحن 133 حطوا ضرائب بالوقت الغلط بلبنان أنا ما حدا بيحط ضرائب بس يكون في ركود اقتصادي كل المراجع الاقتصادية بتحذر من هيدا الشيء فبنحذرهم ما بيسمعوا وإخر شيء بيجوا بنقوا نسمع هالمسؤولين أنه لحنا عم بيقولوا أنه لحنا الوعدة الاقتصادية مش منيح وحنا مش ناطرين كون تخبرونا أنه إذا الوعدة الاقتصادية مش منيح الشعب شغلته أنه ينق ويمتعد ويقول أنه هو موجوع أنه أنا بدي لقي شغل بدي أشتغل بمرتبات كريمة بلا تشكيل الحكومة قداش لها هنصير أسوأ هي مفروض أنه إذا تشكلت الحكومة يصير شيء منيح بس أنه سنة الماضية إذا بيخد مثلا مؤشر سوليدار سوليدار المدرج سهم سوليدار المدرج ببيروت سنة الماضية بس صار في عنا رئيس جمهورية ورئيس حكومة طلع لحوالي 13 دولار لكن بعد هكي شفنا أنه هايدي الجمعة نهار الجمعة سوليدار بي الداول عند حوالي 6.7 دولار بعد ما كان 13 يعني نزل بحوالي السنة يعني 45-50 بالمية يعني نزل 45-50 بالمية هذا مؤشر خطر يعني الحكومة ما كانت قطموحات الشعب اللبناني وإذا ما تشكل حكومة فكمان أنه الوضع أصلا كان فيها علوان كثير كبير ومخيف بأحدى المجلات أو الصحف سوليدار إلى الإفلاث هي المشكلة أنه مش بس على سوليدار المشكلة أنه عنا كذا شركة بلبنان وكذا شركات بلبنان كل سنة عم بتسكر ولحنا الاقتصاد بلبنان اقتصاد رائعي وشفنا أنه اليوم صار في رفع للفوائد صار اليوم بنشوف أنه إذا مبلغ شوي مقبول بتحطيه بالبونك حتى بالدولار عم بيعطوا 10 بالمية عليه وإن باللبناني عم بيعطوا 15 بالمية طب إذا كانت الفوائد هالقدة عالية فليش بديك تستثمره فإذا المردود على الفوائد بلبنوكة حوالي 10 وال15 بالمية فليه بديك تستثمره وإذا ما استثمرت يعني ما بتخلق فرص عمل ورجعنا إذا بنتطلع كمان عقود التبادل الاقتماني اللي بنسميهم CDS كان سعرهم 200 صار سعرهم 700 بس تأشرح جهوة CDS نحنا بنعرف أنه في عنا اليوم بنسميهم اليورو بوند اليورو بوند هي سندات خزينة صادرة بالدولار اللي هي الدولي بس يكون عندها عجز مالي تصدر سندات خزينة إن كان بالليرة اللبنانية أم بالعاملات الأجنبية اليوم العائد على سندات الخزينة اليورو بوند هي 10 بالمية 10 بالمية يعني عائد كتير عالي نحنا نشوف الفوائد بأمريكا حوالي 2 بالمية نحنا الهون العائد على سندات الخزينة 10 بالمية الإنشورنس يعني إذا نتطلع شو هي الـ CDS فينا نعتبرها مثل الإنشورنس مثل بوليس التأمين في حال الدولة ما تمكنت من سداد المستحقات التي يجب أن تتوجب فيها لحامل هذا اليورو بوند كانت الإنشورنس كلفتها 200 اليوم كلفتها 700 يعني مثل اليوم إذا شاب صغير بدي روح يعمل بوليس التأمين على استشفى يمكن بيكون بيدفع 500 دولار إذا كبر بالعمر وصار عنده أمراض بصير البوليسة ألف وخمسة وألفين نحنا البوليسة يعني طلعت من الميتان على السبعمية هذا شي بيقول أنه قداش يخطر الوضع المالي بلبنان ومنعرف أنه قل للإقتصاديين ممكن الدولار يعلى متوقع أنا كنت قلت أنه بال2017 أنه بسمة 2017 و2018 ما في خطورة على الليرة اللبنانية بعد 2018 أنا ما بدي أتحمل المسؤولية لا بدي أقول هيك ولا بدي أقول غير هيك هي هيدا الشي بيصير مرتهن تسمع الأستاذ وي أم وهاب برقاقته عم بيقول للدولار 3500 شو بتقول مين يا ري عم بقول هيك؟ الأستاذ وي أم وهاب هذا بعتقد أنه كلام أنا بفضل أنه مفود بهيدا الجدل لأكتر من سبب بتحس أنه ممكن؟ حسب كيف بدون يشتغلوا بالنتيجة الليرة ما رح تدلع إلى أبد لأبدين أنه سابتة يعني مش نعلق إلى عشرين سنة رح تدلع كمان عزية النسبة بس هي المشكل مش هون المشكل أنه كيف بدنا نعالج الوضع الاقتصادي وإذا علاجنا الوضع الاقتصادي بصير في سبب بالليرة بس نحنا بالقلب عم نعمل عم نشتغل أنه خلينا نسبب الليرة على حساب الاقتصاد لا لازم نحنا نشتغل أنه كيف لازم نجلب استثمارات من بره واستثمارات بالداخل شو هي التحفيزات الضريبية اللازم أعطيها يعني أنا كنت متخيل أنه بدلاً ما يحطوا ضرائب بوقت الركود الاقتصادي يعطوا تحفيزات للعالم لا يستثمروا بلبنان ولا يوصفوا عالم أنه يعملوا حكومة إلكترونية يوقفوا الهدر يصير فيه ترشيد بالإنفاق يصير فيه عنا عن جد أنه إذا بدك نضبط مؤشراتنا المؤشرات الخارجية بالإزوف دوينج بزنس يصير فيه سهولة للعالم يستثمر بلبنان يكون فيه ضمانات قضائية لأنه أنا بسر لي مرة أكون ضمن وفد رسمي راح لبرة اقتصادي بوقتها ما تخيلت قد سألونا برة بشو الضمانات إذا رحنا استثمرنا بلبنان أنه بيرجع لنا حقوقنا فلازم هون تقوي لقوانين إنه تقوي تنفيذة وإذا فيه قوانين إذا هي كانت منيحة بدنا يكون فيه ضمانة إنه المستثمر الخارجي إنه استثمر بلبنان إنه ما رح يدي حقه فكل هايدي المؤشرات إذا اشتغلنا عليها بنضبط بنضبط المالية العامة بنبلش نخلق وظايف وإذا تركينا القصص هيك إذا في حكومة إلكترونية وبدنا ندلنا نشجع الفساد وبدنا نقول بالحكي إنه لحنا الوضع خطير وما نعمل شي هذا ما بتصير الموضوع المسؤول اليوم شغلته إنه يلاقي حلول واليوم يلاقي خطة اقتصادية ويروح هذه الخطة الاقتصادية يروح يطبقها وبس يقول بدون يعالجوا الفساد مش يكون بالحكي يقلنا أي شو هي المنهجية اللي حيحطوها وشو هي الفترة الزمنية تتعالج الفساد وإلا ما يكون حكي يعني إذا ما سهر حكومة وضع اقتصادي إلى أسوأ أكيد إلى أسوأ لأنه وجود حكومة هو عامل ثقة إنه فيه اتفاق على القليل السياسي وهذا الاتفاق السياسي معقول يترجم باتفاق اقتصادي هو كان في حكومة وما كان ماشي الحال وإذا شكلت الحكومة بتقلب بتصير متفائل لا ما بصير متفائل أكيد لا بدي شوف أداء على الحكومة مثل ما صار قبل صار فيه رئيس قبل وصار فيه حكومة وقلت لهم أنه أنا متفائل بس بشكل حذر والسوق العكاري كيف شايفوه السوق العكاري أكيد بيكون أضرب ما إذا الفوائد 10-15% سيئ جدا هلا أنا بعتقد السوق العكاري اليوم المردود على نسميه يعني المردود على الأجار عم بيقل يعني عم بيصير تحت 3% ومردود على الأجاري يعم تاخذ دال الأجار السنوي على سعر الشقة عم بيصير أقل من 3% بينما الفوائد عم تطلع عادة بس يكون بالتوازن الاقتصادي مفروض يكون العائد على الإيجار بغياب زيادة بسعر الشقة يكون على القليل يوازي الفوائد للبناء هل المختربين هون جايين على لبناء بدون الصيفه بتنصحهم يشتروا أكيد لا أنا أكيد لا أنا أقول القضاء سيدي يعني شقة نازلة إذا الشقة بدأت تنزل أكتر أكيد إذا تنزل الشقة وينزل السوق العقاري هو عامل جيد للاكتصاد اللبناني لماذا رشقته بمذري قدي شو بيعمل بحاجة أنا بالنسبة لي إذا فيه يبيع ويرجع يشتري بعد سنتين ثلاثة بيكون على القليلة بيعمل المساري عامل ستوب لوس ورجع عوض هذه النازلة لأنه اليوم لازم نحن نوع على شغلة أنه السوق العقاري قتل البزنس بلبنان لأنه اليوم بس بديك تروحي عند مطعم بس بديك تروحي على حيالة شركة وتشوفي أنه اليوم الأسعار بهذه المطاعم وهذه الأسعار بهذه الشركات هي مرتفعة لأنه الكلفة التشغيلية هي مرتفعة من وراء الأجار فأنت بتفهمي أنه عند نزل الأجار هؤلاء سيقدروا البزنس تبعهم بدل ما يسكر يمكن يستمر ويمكن يعمل مصاري وإذا اليوم تكلفة أقل يعني أنت تفتحي بزنس تستأجري أم تشتري إذا الكلفة أقل فبتقدر تنزل أسعارك وبتقدر تفتحي بزنس بطريقة أسرع بتقدر توصي شباب أكتر والشباب بس تنزل الأسعار الشقة بدل ما يكون راصد 200 ألف للشقة بيرصد 120 ألف و80 ألف البقية بيرتد المطاعم أكتر بيروح الملاهي الليلية أكتر بيروح بيسوح بقلب لبنان أكتر بيشتري عفش جديد بطريقة بيبدله بطريقة أسرع بيستري سيارة جديدة بيهتم بعيلته أكتر بيصير عنده وقت لألة أكتر لأنه بيشوف الشباب عم بيشتغلوا من الفجر للنجر بيشتغل شغلتين ثلاثة وبيأسجل أوقات أنه يتزوج لأنه الأسعار للشقة غالية فبس تنزل الأسعار بيعتقد أنه بيصير عنده وقت لعيلته أكتر ووقت أنه يظهر أكتر ووقت أنه يعيش أكتر وهذه المصاري اللي بيصرفها بدل ما كان يحطها على العقارات اللي هي تعتبر شقفة من الاقتصاد الريعي وأنا كنت نصحتهم للمطورين العقاريين بس ما سمعوا أنه بال2016 رخصوا أسعار كن 30% وبيعوا الشقة يلي بخمسمائة ألف ع سبيل المثال بـ 350 ألف وكنت حطها 350 ألف بس بـ 8% فايدة على 8 سنين كان صار حقها 650 ألف بس هو شو قال قال لا لا أنه هي 500 لحد تركها 500 وانا ما رح نزل سعري تبخي مهاما صلحتك أنك تنزل سعرك لأنه لو بتنزلها وبتخطها فايدة 8% واليوم الفوايد أعلى كان لحيطلع لك أكتر يعني لا المطورين العقاريين سمعوا لا السياسة تبع الموجودة إن كان السياسة النقدية أم السياسة المالية ساعدتهم كمان للمطورين العقاريين لفترة كتير طويلة لأنه قلنا لهم أنه السياسة النقدية ما فيك تدلم تدعم سوق العقارات إلى ما لا نهاية لما بك توصل لمطرح يبك تدعم السوق العقاري يبك تدعم الليرة فمصر في لبنان وعي لهذا الشيء وقرر أنه ما يكفي بسياسة دعم العقارات واللي صار أكت الأضرب أن السياسة المالية حطوا درائب بالوقت الغلط بس تحطي درائب لنالون لحنروح من الركود للكسات فمن بعد ما تصير الخبرية بيصيروا يستغيثوا ويصيروا يقولوا أنه الوضع الاقتصادي خطير الوضع الاقتصادي خطير لأنه وما أخذتوا التدابير اللي لازمي كلمال نردأ هيدا الخطر اللي جاي علينا شكرا جيهاد لحنا تركك رجال الفوتبول لأصدقائك علينا وقريناك ما ألتنا معني بالفوتبول لا أنا واضح بالفوتبول متابع مشاهدينا مع لبنان أفضل وجهة سياحية بالمقابلة الثالث من ناحية التلوث مكرمة بالدول الصناعية الكبرى